أي سلطة تحكم في العراق؟ بل أي دولة تقول إنها تطبق القانون؟ يختفي الألف من مواطنيها في محافظة واحدة ويبقى الأمر حبيس بيانات المراكز الحقوقية أو ذوي المختطفين بل قد يكون الأمر أكثر فزعاً هو أن الجميع يعلم هوية الخاطف الذي تسنم مناصب في الحكومة والبرلمان محافظة صلاح الدين لحقت بالأنبار ونينوى بل أعداد الألفية للمختفين قصرياً بما يصل إلى ثلاثة ألاف شخص اختطفتهم فصائل بميليشيات الحجدة أثناء العمليات العسكرية التي شهدتها المحافظة بحسب المرصد العراقي لحقوق الإنسان المرصد قال إن مصير المعتقلين ما يزال مجهولاً رغم محاولة عوائلهم التواصل مع السلطات الحكومية لمعرفة مصيرهم لا سيما وأن بعضهم مضى على اعتقاله أكثر من أربع سنوات دون تهمة تذكر ولا مكان معلوم كل ما يعرف هو أن الميليشيات ذات الرايات الصفراء اقتادتهم نحو جهة مجهولة وبحسب تقرير المرصد فإن مدينة سامراء تتصدر النسبة الأكبر بين مدن المحافظة في أعداد المختفين قصرياً الذين استخدمتهم أطراف سياسية كورقة ضغط وأخرى استخدمتهم لابتزاز الخصوم لكن بالمحصلة بقي الذين اختفوا واحتجزوا طي المجهول في نفق بين الحياة والموت النائب عن محافظة صلاح الدين مقداد الجميل قال إن التحالفات التي عقرتها الكتل السياسية في المحافظة بنيت على أساس الكشف عن مصير المعتقلين والمغيابين لكن لم يتحقق أي شيء على الواقع ليضيف قائم مقام سامراء بأن هناك أكثر من جهة تشرف على احتجازهم بحسب شهادات الأهل هذه شهادات تروي تعرضهم لعمليات ابتزاز بمبالغ ضخمة مقابل معرفة مصير أبنائهم الذين اختفوا عند نقاط التفتيش أو في عمليات اعتقال عشوائية على يد القوات الحكومية ومن في ركابها من الميليشيات أثناء فترة ما عرفت بالحرب على داعش في محافظة صلاح الدين